ليه اليوتيوب سايب قنوات معينة شغالة بتنقل الأخبار وبتنقل الأحداث اللي احنا كلنا بنعيشها ولا انذار ولا غلق قنوات ولا اي شيء وقنوات تانية كتير يعني انا دلوقتي لو رفحت فيديو مثلا بتكلم فيها عن الموضوع اللي بيشغلنا جميعا ممكن اخد انذار او تتقفل قناتي او يتم توقف الربحة على قناتي قناة زي قناة الجزيرة مثلا ما هي شغالة دلو نهار بتعرض في اخبار وبتعرض مشاهد واشياء كتلة جدا جدا هل سمعنا ان اليوتيوب حزف فيديو او اعطى انذار لقناة الجزيرة او قناة العربية او اي قناة اخبار تانية زي ما انتم شايفين كده قدامكم ابو فلا لما عمل فيديو عن الموضوع كلم فيه اليوتيوب حزف الفيديو بتاعه وهو عمل فيديو بعدها وقال ليش يوتيوب حزف مقطعي طب اليوتيوب بيعمل تفريقة حاليا من قناة وقناة طب ليه خلينا نوضح هذا الامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم الخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأصرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا السؤال ده بيجيلي كتير في تعليقات القناة او لما يكون عامل بث مباشر او لما اتكلمنا قلنا موضوع ان انت تتكلم عن الاحداث اللي بتحصل حاليا ممكن انت تاخد انظار لقناتك او ان يتم توقف الربح او اليوتيوب اصلا يغلق قناتك كاملة فيه الناس بيقولوا تم قناة الجزيرة شغالة وقناة العربية شغالة وقنوات اخبار كتيرة شغالة ليه اليوتيوب ساب القنوات دي شغالة براحتها خالص كده واحنا الواحد مننا لو عمل فيديو كده يعني بنتكلم عن الموضوع ناخد انظار وقنوات كتيرة جدا فعلا على اليوتيوب اخذت انظارات وقنوات كتيرة جدا تقفلت وقنوات كتيرة جدا توقف الربحة عليها ليه بقى اليوتيوب بيعمل تفريقة بين قناه وقناه ولا ايه الموضوع بيمشي ازاي خليني اوضح لك مثلا ممكن انت تقول يا عم ما هي قناة الجزيرة قناة كبيرة يعني عشان كده اليوتيوب مش هيحزف لها مقطع مثلا نشرته او يعني سابرهم شغالين برحيتهم ابو فلا سيادتك عنده 34 مليون مشترك اكبر اصلا من قناة الجزيرة قناة الجزيرة مثلا احد قنواتها يعني عندهم طبعا قنوات كتيرة جدا احد قنواتها عنده 14 مليون ابو فلا عنده 34 مليون فهذا ليس هو المعيار ليست هي الكريتيريا صح طب ايه هو المعيار اللي انا عايز اقولك عليه من خلال تحليلي لهذا الامر وانت سيادتك تقدر ان انت تكتب تعليق تحت الفيديو ده وتدلي برأيك قناة الجزيرة هي قناة لمؤسسة اعلامية مؤسسة صحفية فده مجالهم ده مجال شغلهم وفيه حرية الصحافة موجودة على العالم كله فيقدر ان هو يروح اي مكان ويسجل يقدر ان يروح اي مكان ويبدأ ان هو يتكلم في القضايا او في الاخبار او في الاحداث اللي بتحصل هو دي مهنته مهنت او مهمة قناة الجزيرة هي اصلا الاخبار اللي بتحصل والاحداث اللي بتحصل فبالتالي ليتيوب ما يقدرش تدخل في حتة الصحافة هتيجي انت تقول لي بكامرتي ونزلت هناك وصورت هل كده خلاص لا يجي لي مشكلة ان انا ليست مهنتي انا ما معيش تصريح رسمي بيقول ان انا رجل صحفي او رجل اعلامي او مؤسسة اعلامية او شركة اعلامية تمام قناة العربية قناة الجزيرة اه قناة مثلا النيل للاخبار يعني هي قناة صغيرة شوية ولكن اهم متكلمين برضو في فيديوهات اي قناة مهمتها او هي شركة او مؤسسة اعلامية صحفية فمش هتلاقي ان هو اشتكى ولا قال اي حاجة ولا قال ان اليوتيوب احزف فيديو عنده بيتكلم براحته خالص يعني شايفيني الجزيرة بتعرض مشاهده بتعرض اشياء يعني انا لو عرضت بس ربع فيديو من الفيديوهات اللي عندهم ممكن قناة يتقفل لان دي انا مش شركة اعلامية وبالتالي ملخص الكلام لو انت شركة اعلامية شركة صحفية فبتتكلم عادي براحتك ما باش اي مشكلة خالص انت بقى حد عادي كده زي حالتنا عند القناة حتى لو قناة اخبار حتى لو قناة اخبار مرضو معكش تصريح رسمي معكش تصريح رسمي بان انت يعني جهة اعلامية دول جهة اعلامية انت لست جهة اعلامية لست مؤسسة اعلامية لست مؤسسة صحفية وبالتالي حتى لو انت هتنزل بكاميرتك وتسجل وقناتك كمان مهتمية بالاخبار وبالترندات والاشياء ديات يعني مجال قناتك اصلا قناة يوتيوب مجالك هو موضوع برضو الاخبار والكلام ده فبرضو ممكن يجي لك مشكلة قناتك. فهمين ازاي? بس هو ده يعني تفسيري لهذا الامر. هتقول لي في قنوات يوتيوب شغالة برضو ما فيش مشكلة. عادي بقى دي بحظها. لكن قنوات يوتيوب كتيرة جدا تم اغلاقها. وتم اه اه اخذ انذارات ويتوقف الربحة على قنوات كتيرة جدا جدا. انا شايف ان الفترة اللي احنا فيها دي بدأوا يفتحوا المجال شوية. انا شايف كده. ولكن اه لو انت هتتكلم في هذا الامر فانت وحظك. وكمان برضو علشان نكون منصفين. ان اليوتيوب مش عايز حد يتكلم بهذه القضية. هذا هو تحليلي لهذا الامر ان انت لست وجهة اعلامية او صحفية. ولو انت عندك اي رأي اخر اكتبلي في تعليقات هذا الفيديو. تحياتي لكم. فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تفيدك. كما انشئ محتوى على اليوتيوب. مع السلامة.